طيب خلينا نروح لأرض الملعب وزاملنا محمد توفيه واللقاء مع الكابتن أحمد مرعي مدير فني الاتحاد السكندري تفضل يا محمد من جديد متواصل معك كابتن عيسى مدير فك كرام وتغطيطنا الخاصة والحاصرية لمباراة قمة دوري سلة سوبر رجال لأهل والاتحاد وشرفنا يكون معنا كابتن أحمد مرعي المدير فني الاتحاد الاتحاد يعني في البداية بحيا حضرتك وبركلك عن نتاج الرائعة مع المنتخب في التصفات الأخيرة في تونس ويعني من باركلك والنهاردة ماتش الأهل والاتحاد الأجواء أكثر من رائعة شاف حركة كابتن أحمد شرف توفيه يعني بعض الجمهور ما بقاش عارف الأجواء الطيبة اللي بين الفرقين يعني حطنا في الأجواء قبل المباراة بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا يعني فيه جزء اللي هو علاقة الناديين ببعض يعني الاتحاد والأهل علاقة محتى رؤوساء الأندية كابتن محمود الخطيب مع حج محمد مصلح علاقة متميزة وكمان احنا كمدرين فنين لا فيه علاقة شخصية بيني وبين أشرف يعني على الاعتفاظ بالألقاب اشتغلنا مع بعض كتير في المنتخبات ويعني موضوع يعني مش حاجة مش جديدة لعلاقة طيبة لبنه حتى طريق الغنام وكل الجهاز يعني احنا بنحملهم ويد بعيد عن الأجواء المنافسة يعني يعني التحية خاصة من الستوديو كابتن هيسم السعيد كابتن محمد سلعاوي كابتن عماد مراد بيحاول حضرتك وبهنوك وبيرقولك ان التأهول حصل بأياد المصرية زي ما بقولوا بأداءة كمان ونتيجة أكثر من رائعة ويعني كلمنا بقى عن المباراة النهاردة في الملعبة بين الأهل والاتحاد المباراة الأخيرة مباراة قمة بين الفريقين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تحية طبعا للكوكبات الجميلة اللي موجودة زملاء يعني ما بين مختلف السنة هيسم طبعا أصغر مني شوية لكن السلعاوي وكابتن عماد يعني دول تحية خاصة ليهم يعني وحشيني وطبعا شهادتهم فيها مجروحة يعني دول إخواتي فأنا بحييهم وطبعا بتكلم على المباراة يا جماعة أنا كان حابب بتكلم برضو معلش بعيد شوية عن سؤالك الدوري أو الجزء اللي احنا بنلعابه ده ده جزء يعتبر للناس اللي فهم جزء تحضيري فأرجو من الناس انها ما تبقاش يعني سخنانة قوي على النتائج بالبلد كده يعني احنا لسه هيبقى فيه ترتيب ولسه هيبقى فيه دور تمانية فيه بلي اوف اقصائي هو ده العصب الرئيسي للبطولة المتشاط دي كلها للناس اللي فهمها يا متشاط يعني كده مش عايز أقول انها تجربية لكن لها أهمية طبعا وكل حاجة لكن مش بالشكل ان الناس فكرها الناس فكر مثلا ان احنا لما بنغفر ماتش او الاهل يخسروا ماتشين ان احنا كده بعيدنا عن البطولة البطولة لسه هتبتدي في الادوار الاقصائية فيعني لو حد جماهيره بذات الان ده الجماهيرية زي الاهل الزمالك الاتحاد السجن ده لو الجماهير شايفين بعض الاهتزاز الموضوع ده يعني لسه بدري اوعد تقييم يعني فانا كنت حابب اضيف الموضوع ده لان فيه لغة كتير اللي يمدي على ده خسر من ده وده خسر من ده الموضوع لسه بدري الدور عندنا له طريقة معينة مختلفة عن دور كورت القدم كابتن احمد انا بشكل شخصي وكل متابعه كورت السلة بنحب نشوفك انت وكابتن اشرف طوالين جنب بعض طبعا لان ده يعني كابتن اشرف مش مش مجامل له انا بعتبره يعني استازي وانا اشتغلت معه زي ما قلت ابلكده فترة في المنتخب مساعد له تعلمت كتير منه من مدة طويلة وبالنسبة للانجازات المنتخب القومي سواء ايام كابتن اشرف ايام كابتن عمرو بالخير او لما انا لمسك هو فعلا زي ما كابتن سلعاو والناس اللي في استوديو قاله دايما الحاجات الكويسة بتحصل على ايدي مدربين مصريين مع اختلاف الاسامي فبس انا احب انوه على الموضوع ده يعني طبعا لان فعلا المدربين المصريين على مر الوقت بداية من الكابتن اشرف توفيق طبعا لحد بعد الناس اللي جون بعد كده معظم انجازات المنتخب القومي في ال 20 سنة اللي فاتوا كانت على ايدي مصرية اخيرا المباراة في الملعب شافك مسك البورد دلوقتي كنت بتعمليه في البورد ومجهزين المباراة طبعا لان مباراة قوية فرقة قوية جدا فرقة الاهلي اي تهون من ننا سواء فكرا من المديرين الفنيين او اداء من اللاعبة الفرقة التانية هتكسب احنا مش عايزين نخسر انا بقولك ان المرحلة دي المرحلة ما هيش يعني مهمة اوي لكن هو المبدأ العام انت عايز فريقك يقدي بشكل كويس قدام فرقة كبيرة فلازم تحضر له لازم تحضر وتشوف اداء فريقك تجارب بتخليك عندك استعداد لتكملة الموسم بعد كده شكرا كابتن وبعد ما يكون التوفيق والنهار ده الفوز النادي الاهلي ان شاء الله انا المتشكر اوي انا المتشكر على الاستضافة شكرا كابتن هيسم دي كانت لقاءاتنا واجواءنا وتغطيطنا من داخل صالة الامير عبدالله الفصل من داخل النادي الاهلي ان شاء الله متواصل معاك ولقاءات واجواء اكثر بعد انتهى المباراة الكلمة ليه كابتن هيسم وضيفة الكرام شكرا